موضوعنا اليوم هو تشابه المثلثة. خلينا اذكر شيء بس شيء بالنسبة للمحاضرة السابقة كان هناك عنا اخر نظرية فيها فرعين الفرع الثاني حكينا او كانت تنص على انه اذا مضلع شابه مضلع عن اخر بثابت تناسب مقداره كاف فان المضلع الاخر او الثاني شابه الاول بثابت تناسب مقداره واحد على كاف هذا سبت لكم كتمرين تحلوه لوحدك وتبرنوه لوحدك الان ارجع لموضوعنا اليوم وهو تشابه المثلثات. بدنا نذكر الحالات اللي متى تكون فيها المثلثات متشابهة. الحالة الاولى وهو يتشابه المثلثان اذا تطابقت زواياهما. يعني اذا تطابقت زوايا المثلثين فاننا فاننا نستطيع ان نقول بان هذه المثلثات متشابهة. ثانيا يتشابه المثلثان اذا تطابقت زاويتان في احدهما مع زاويتين في المثلث الاخر. يعني مع زاويتان. لكن اعتمادا على ان مجموع قياس زوايا المثلث مية وثمانين بالتأكيد الثالثة رايحة تساوي الزاوية الثالثة. وبالتالي كأنها تطابق الزوايا الثلاث مع الزوايا الثلاث. لكن هون نذكر ثنتين مع ثنتين. اذا الثالثة تحصيل حاصل اعتمادا على ان مجموع قياس زوايا المثلث يساوي مية وثمانين درجة. ثالثا اذا طابقت احدى الزوايا الحادة في المثلث القائم مع زاوية حادة في مثلث قائم اخر. ايضا لاحظوا هذه الحالة ثلاثة من اثنين واثنين ترجع لثلاثة. لاحظوا هنا زاوية حادة لاحظوا ان احنا عندنا المثلث القائم الزاوية اهل ثلاث زوايا. الزاوية الاولى هي قائمة تسعين. يظل عندنا الزاويتين الاخر اللي هو مجموع قياس ثم رايح يكون تسعين. اذا كل واحدة رايح تكون منهم اقل من تسعين وبالتالي هي زاوية حادة. اذا اذا كان في المثلث القائم زاوية قائمة اذا الزوايا الاخر الثاني والثالثة رايح كل منها رايح تكون حادة. فاذا زاوية حادة ساوت زاوية حادة في المثلث القائم. وبما ان نحكي مثلث قائم اذا زاوية قائمة تساوي زاوية قائمة اذا اصبح عندي زاويتين اللي هي قائمة وحدة تساوي زاويتين اللي هي قائمة وحدة اذا إذن الثالثة تحصيل حاصل رايحة تتساوى إذن صار عندي زاويتين مع زاويتين والثالثة رايحة تتساوى الثالثة إذن نرجع للرقم واحد إذن لاحظوا رقم واحد ثلاث زوايا مع ثلاث زوايا رقم اثنين زاويتين مع زاويتين والثالثة رايحة تتساوى بحكم أنه مجموع قياس زاوية المثالة بيو ثبانين والثالثة حادة ما حادة لكن في المثالثات القائمة الزاوية لكن حادة ما حادة وأيضا عندي قائمة مع قائمة أصبح زاويتين يساوي زاوية 20 وبحكم أن قياد زاوية المثالة 180 درجة إذن الثالثة راح تساوي إيش إثارة رقم أربعة يتشابه المثالثان إذا تناسبت أطوال أضلاعهما أو أطوال أضلاعها إذن عند مثال إذا تناسبت أطوال الأضلاع وهو الشرط الثاني من تشابه المضلعات خامسا يتشابه المثالثان إذا تطابقت زاوية في أحدهما مع نظرتها في المثالث الآخر وكان طولاء الضلعين المحيطين بتلك الزاوية تتناسب مع طولاء الضلعين المحيطين بالزاوية المناظرة في المثالث الآخر يعني ظلعين مع ظلعين يتناظرون والزاوية المحصورة بين الضلعين تساوي الزاوية المحصورة بين الظلعين هذه الحالات الخمسة التي تشابه المثالثات لاحظوا رقم 1 و2 و3 هي تقريبا تعود إلى رقم 1 وعندي 4 و5 إذا نستطيع أن نقول ثلاث حالات والحالتين هم حالات خاصة من الحالة رقم واحد هنا بدي أنبئحنا نحكي عن التشابه وقبل كذا محاضرة حكينا عن التطابق لاحظوا المثلث مع مثلث ينطبق بثلاثة أضلاع لكن لا ينطبق بثلاثة زوايا لكن مثلث مع مثلث آخر يتشابهان بثلاث زوايا لاحظين عندي إذن الثلاث زوايا مع ثلاث زوايا للتشابه وليس للتطابق فلا أستطيع أن أقول بأن المثالثات تنطبق بثلاثة زوايا هذا الحكي خطأ وإنما تتشابه بثلاثة زوايا لكن تتطابق بثلاثة أظلاع ولا تتطابق بثلاثة زوايا الآن مثال عندي ألف با جيم متلف فيه ألف با أربعة وبا جيم خمسة وألف جيم أو جيم ألف ستة ودال ها واو مثلث آخر فيه دال ها ثمانية ها واو عشرة واو دال اطنعش بين فيما إذا كان المثالثان متشابه إذن عندي مثلث معطي أو معطاه أطوال أظلاعه ومثلث آخر بغضو معطاه أطوال أظلاعه هل هذا المثالث الأول يشابه المثالث الثاني إذن لاحظوا التشابه المثالثات يعمى الزوايا المتناظرة تساوي الزوايا المتناظرة أو الأظلاع المتناظرة تتناسب مع الأضلاع المتناسب لاحقوا هنا المثال ما حكى لي أي شيء عن الزوايا لكنه حكى لي عن الأضلاع وبالتالي لن أفكر في البد الأول وهو تساوي الزوايا راح نفكر بالبد الثاني أو الشرط الثاني وهو التناسب بين الأضلاع المتناسبة فلاحظ لو أخذنا ألف باء إلى دال ها يساوي أربع على ثمانين ويساوي نص أيضا با جيم إلى ها واو خمسة إلى عشرة ويساوي نص وجيم ألف إلى واو دال يساوي ستة أطنعش ويساوي نص نجد أن ألف باء على دال ها يساوي با جيم على ها واو ويساوي جيم ألف على واو دال ويساوي نص بما إذن نجد بأن الأضلاع المتناظرة متناسبة وهذا يعني أن المثلث ألف باجيم يشابه المثلث دال ها واو إذن التشابه عندنا هنا إجاب منوين من التناسب بين الأضلاع المتناظرة مثال في الشكل التالي إذا علمت أن جيم دال يساوي نص با جيم هذه وجيم ها هذه القطعة تساوي نص ألف جيم تساوي نص القطعة هذه أثبت أن ألف باء يوازي دال ها أثبت أن ألف باء يوازي دال ها إذا لاحظوا عندي هذا الشكل وفي معطى أن هذه القطعة تساوي نص هذه وهذه القطعة تساوي نص فا والمطلوب هو إثبات أن هذه القطعة ألف باء توازي القطعة دال جيم الآن لو أخذت من المعطيات لو أخذت من المعطى هذا عندي جيم دال يساوي نص با جيم من هنا نستنتج بأن با جيم على جيم دال يساوي ثنين الضرب التبادل وأيضا من المعطى الثاني جيم ها يساوي نص ألف جيم نستنتج أن ألف جيم على جيم ها يساوي ثنين إذن من هنا ألف جيم على جيم ها يساوي با جيم عجيم دال ويساوي اثنين أيضا الزاوية واحد لاحظ هذه القطعة معها متناسبة وهاي القطعة معها متناسبة ومتساوية الآن من ناحية ثانية عند الزاوية واحد تساوي الزاوية اثنين بالتقابل بالرأس إذن لو أخذنا تشابه المثلاثات وبالذات بند رقم خمسة يتشابه المثلاثان اللي هم هذا المثلاث مع هذا المثلاث ليش؟ لأنه زاوية تساوي زاوية والأضلاع المحصورة التي تحصل الزاوية واحد تتناسب مع الأضلاع التي تحصل الزاوية رقم اثنين فإذا تحقق عندي الشرط رقم خمسة أو الحالة رقم خمسة اللي ذكرناها سابقا لتشابه المثلاثان إذن بما أن المثلاثات متشابهة معناة الزوايا المتناظرة رايح تكون متساوية أنه ألف رايح تساوي هذه الزاوية ها والزاوية با تساوي الزاوية دال لاحظ لما ألف تساوي ها وضحها شو هو وضح تبادل وأيضا لما الزاوية با تساوي الزاوية دال أيضا وضح هذا وضح تبادل بما أن الزوايا المتساوي في وضح تبادل هذا يعني أن ألف با رايح يوازي عندي دال جين رايح يكون عندي ألف با يوازي دالجيم وهو المطلوب إذن لاحظوا هنا التوازي أثبتته من خلال التشابه بما أنه أثبتت فيه تشابه بالمثلاثين من خلال التناسب بين الأضلاع وزاوية تساوي زاوية رايح نستنتج بأنه الزوايا المتناظرة متساوية ومنها استنتجنا بما أنها في وضع تبادل نستنتج بأنه التوازي مثال الشكل التالي إذا علمت أن دالها يوازي باجيم وألف دال ثلاثة ودال با أربعة وهاجيم واحد واثنين بالعشر أوجد طول ألفها أوجد طول ألفها إلى اللحظة عندي دالها يوازي باجيم دالها يوازي باجيم معناته أستطيع أن أستنتج بأنه الزاوية ثلاثة تساوي الزاوية الثلين بالتناظر والزاوية أربعة تساوي الزاوية واحد أيضا بالتناظر إذن عندي الزاوية الثلين تساوي الزاوية الثلاثة والزاوية واحد تساوي الزاوية أربعة الآن إذا أخذنا المثلث ألف هادال والمثلث ألف جيم با شو فيهم الزاوية 2 تساوي الزاوية 4 زي ما حكينا بالتناظر والزاوية 1 تساوي الزاوية 4 أيضا حكينا بالتناظر والزاوية ألف مشتركة معناته الزاوية 3 في المثلث ألف هادال تساوي الزاوية 3 في المثلث ألف جيم با وهذا يعني بأن المثلث ألف ها دال يشابه المثلث ألف جيم با إذن هنا أثبتنا بأن المثلث ألف ها دال يشابه المثلث ألف جيم با بما أن المثلثات متشابهة معنات الأضلاح المتناظرة متناسبة أي أن ألف جيم على ألف ها يساوي ألف با على ألف دال الآن ألف جيم عبارة عن ألف ه زائد هجيم أو ألف ه زائد واحد واثنين بالعشر على ألف ه اللي هو مطلوب يساوي ألف با 3 زائد واحد يساوي أربعة على ألف دال اللي هو ثلاث بالضرب التبادلي يصبح عندي ثلاث ألف ه زائد ثلاث وستة بالعشر يساوي أربعة ألف ه بنقل بين هون لهن معناته ألف ها يساوي ثلاثة وستة بالعشرة وحدة نظرية القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفين ضلعين في مثلث توازف ضلع الثالث وقياسها نصف قياسه يعني إذا كان عندي ألف با جيب مثلث دال منتصف ألف با وها منتصف ألف جيب وصلت ما بين منتصف ألف با مع منتصف ألف جيب في هذه الحالة هذه القطعة الواصلة بين منتصفين الضلعين أولا توازف ضلع الثالث له با جيب وقياسها تساوي نصف قياسه إذن المطلوب أني أثبت دالها توازي با جيب ودالها تساوي نصف با جيب البرهان أولا دال هي منتصف ألف با بما أن دال منتصف ألف با معناته ألف دال يساوي با دال ومنها ألف با راح يساوي اثنين ألف دال ألف با يساوي اثنين ألف دال بنفس الاسلوب أيضاً ألف جيم يساوي ثنين ألفها ألف جيم يساوي ثنين ألفها لاحظوا لما أخذنا ألف با يساوي ألف با يساوي ثنين ألف دال منها أستنتج بأن ألف با على ألف دال يساوي ثنين أيضاً من ألف جيم يساوي ثنين ألفها إذن ألف جيم على ألفها يساوي ثنين لاحظوا استنتجنا بأنه ألف با على ألف دال ألف با على ألف دال يساوي ألف جيب على ألف ها أيضا الزاوية ألف هي زاوية مشترخة ما بين المثلثين ألف دال ها والمثلث ألف با جيب ماذا نستنتج؟ نستنتج بأن المثلث هذا اللي هو ألف دال ها يشابه المثلث هذا اللي هو ألف با جيب ظلعين متناسبين هذول الظلعين متناسبين مع هذول الظلعين والزعوية المحصورة بينهما متساوية وهذه الحالة رقم خمس من تشابه المثلثات اللي ذكرناها إذن المثلث ألف دالها يشابه المثلث ألف باجي معناته بما أنهم المثلثات متشابهة معناته الأضلاع المتناظرة متناسبة حكينا أن هذا الظلع إلى هذا يساوي هذا إلى هذا يساوي اثنين إذن باجيم على دالها يساوي اثنين لاحظوا بالهون اثنين تساوي ألف با على ألف دال تساوي ألف جيم على ألف ها ويساوي الظلع الثالث باجيم على دالها نأخذ هذا باجيم على دالها يساوي اثنين ومنها نستنتج أن باجيم يساوي اثنين دالها ومنها دالها يساوي نصف باجيم يساوي نصف باجيم وهو المطلوب هيك يكون أثبتت بين القطعة المستخيمة الواصلة بين منتصفين ظلعي مثلث تساوي نصف الظلع الثالث أيضا توازي الظلع الثالث وهو المطلوب من هذه النظر